اشتركوا في القناة وراضية بين بايدن وترودو وجائحة كورونا تتصدر المحادثات الثالثة صباحا الواحدة بتوقيت جرانيتش موجز اخباري يأتيكم من القاهرة اهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار العمل على الانتهاء من مشروعات الاسكان بالمدن الجديدة وفق الجداول الزمنية المقررة واعلى معيير الجودة وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الاسكان لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الاسكان وجه رئيس السيسي بمراعات اكبر اتساع ممكن لحجم مداخل العاصمة الادارية الجديدة والمحاور المؤدية اليها وذلك لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة منها وإليها مع ربطها بالمحاور والطرق الرئيسية المؤدية الى القاهرة الكبرى وأحيائها وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير باستمراري ان رئيس السيسي وجه كذلك بتطقيق جميع البيانات ذات الصلة بمشروع تطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرات حياة كريمة كما وجه بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية والاسراع في اتمام المراحل النهائية منها اكد مندوب مصر امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في دورته السادسة والاربعين ان مصر شهدت تقدما كبيرا على صعيد حرية الدين والمعتقد مشيرا الى دعوة الرئيس السيسي لتحديث الخطاب الديني ونبذ العنف ونوها مندوب مصر الى ان الدولة تبذل قصار جهدها لضمان اتمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية موضحا انها عملت على توفير سكنا ملائم لهم وتحسين الخدمات المقدمة وتمكينهم اقتصاديا دون تمييز كما وضعت الدولة خطة عاجلة للتخفيف من الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي ان ارض العراق لن تكون ساحة لتصفية الحسابات وان الصواريخ العبثية هي محاولة لاعاقة تقدم الحكومة واحراجها وخلال جلسة مجلس الوزراء العراقية اشار القاظمي الى ان الاجهزة الامنية العراقية ستواصل ملاحاقة مطلق الصواريخ وتقديم الجنال المحاسبة امام الرأي العام عقد الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو اجتماعا افتراضيا هو الاول من نوعه منذ تولي بايدن منصبه الشهر الماضي واعرب بايدن خلال الاجتماع عن تطلعه للعمل مع كندا لمكافحة وباء كورونا والتعافي الاقتصادي موضحا ان لقاؤه مع ترودو سيبحث عدة قضايا من بينها تغير المناخ واللاجئين والهجرة صدق مجلس الشيوخ الامريكي باغلبية 92 صوتا مقابل السبعة على تعيين توم فيلزاك لرئاسة وزارة الزراء كما صدق المجلس باغلبية 78 صوتا مقابل اعتراض 20 على تعيين ليندا توماس جريمفيلد سفيرة لامريكا لدى الامم المتحدة قالت الشرطة في الاكوادور ان اعمال شغب اندلعت في ثلاثة سجون بالبلاد اصفرت عن سقوط اكثر من 60 قتيلنا من جانبه اتهم وزير الدولة باتريسيو باسمينو منظمات اجرامية بالوقوف وراء اعمال الشغب لاثارة العنف في سجون البلاد مضيفا ان الحكومة والشرطة تتخذان اجراءات لاستعادة السيطرة على الوضع قالت وكالة رويترز للانباء ان نحو 211 مليون و790 الف شخص اصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم في حين وصل اجمالي عدد الوفيات الى اكثر من مليونين وخمسمائة واربعين وثمانين الف حالة وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الاصابات والوافايات تلتها الهند ثم البرازيل في المرتبة الثالثة فيما حلت روسيا في المرتبة الرابعة انتهى الموجز الاخباري ونحيط علم السادة المشاهدين بان تردد اكسترونيوز الجديد 11785 ومعدل الترميز 27500 ومعاملة لاستقطاب رأسي كنت معكم انا سارة عبدالله اراكم بعد ساعة من الان اشتركوا في القناة